اشتركوا في القناة في برج الثور في منزلة الدبران طبعا اليوم رح نحكي شوي أعمق يعني نشرح بالنسبة للأبراج أو ندخل بتفاصيل مواقع الكواكب وتأثيراتها إيجابياتها سلبياتها إيش التحذيرات عشان الواحد هيك يكون عنده صورة عن الواقع اللي إحنا منعاني منه أو بصير معنا بالفترة هاي فبكون تعريفه بوضوح فرح نحكي عن الكواكب الأساسية وجودها تأثيراتها إيش الأشياء الإيجابية اللي تستغلوها وإيش الأشياء السلبية اللي تحذروا منها طبعا القمر موجود في منزلة الدبران وهاي منزلة هي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 23 دقيقة بعد العصر لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الهقعة وهي برضو سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الأسحار الخراج الأعمال للعمليات الجراحية الأشياء اللي من هذا القبيل القمر موجود في برج الثور طبعا بنوخذ إحنا من صفات برج الثور جميع الأبراج بتوخذ من صفات برج الثور في هذه الفترة بنشعر بالحذر أكثر من الميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة بوجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكن شراء عقار ماء وقضاء وقت ممتع بالبيت ومشاهدة التلفاز أو جلوس مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية اقتران هذه الزاوية شوي سلبية لأنه اقتران بين القمر وبين أورانوس ستكون ساعة 31 و34 دقيقة صباحا يعني فجرا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية اقتران شوي هاي يعني بتخلي في نوع من أنواع الإيجابية لأنها زاوية بطيئة برضو بين الشمس وبين عطارد اتنين بقترنوا في بعض وهاي راح تكون الاقتران ذروته ساعة 2 و7 دقائق بعد العصر عند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضية علمية صعبة تعذر فهمها بالسابق وبيزداد التوجه للإجراءات الاتصالات والتنقلات والسفريات الضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون راح تكون فيه تمام الساعة 6 و12 دقيقة مساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية طبعا كل الأوقات زي ما حكينا كل الأوقات اللي أنا بذكرها هي أوقات بتوقيت جرينيتش العالمي أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية برضو بطيئة هي زاوية التقابل سلبية راح تكون بين عطارد وبين زحل شوفوا التناقض أنتو هذه كانت مع الشمس إيجابية لها علاقة بالفكر وهي زاوية التقابل سلبية راح تكون الساعة 9 و49 دقيقة مساء هاي بتسبب للبعض نوع من أنواع التعب يعني فيه كثير من الأشخاص خلال الأيام الماضية شعروا أنه فيه هيكي تعب أو كسل أو وهن قلق حذر ميل للكآبة شوي بيحسوا حالهم مكتابين بدهم مش يعملوا أي إشي طبعا بسبب هاي الزاوية وبرضو بتحد من الخيال وبتجعلنا شاردي الذهن متقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يعمل شوي الضرر على بعض أعضاء الجسم أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث تثليث إيجامية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة 11 مساء طبعا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة إلى الخلوة المسار القادم القمر بما أنه موجود في برج الثورب راح يكون يوم الاثنين اثنين ثمانية بيبدأ في تمام الساعة 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 48 دقيقة صباحا برضو بتوقيت جرينيش لا ينتقل لبرج الجوزة يعني مدته بسيطة وحكينا أنه خلوة المسار هي فترة سلبية ولكن اللي ناوي على شيء أو بدو يعمل شيء أو نحط له تاريخ أنه هذا التاريخ وكان قبل خلوة المسار تحدد الوقت وإيجا الوقت في خلوة المسار نفذ الأمر ما تقلق من أي شيء ولكن هي أنك تأخذ النية على أنك بدك تعمل شيء في فترة خلوة المسار وتنفذه في فترة خلوة المسار فهذا أمر سلبي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع 23 يوم في تمام الساعة 49 و42 دقيقة مساءً بيصبح 24 يوم نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 10% القمر في الثورة حتى يوم 2 ثمانية منتحس اليوم بنسبة 15% عطارد في الأسد حتى يوم 11 ثمانية منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 20 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 6 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل إجمالاً هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بس أنه بتطلب منك أنك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ طبعاً القمر لأنه منتحس فممكن يكون فيه نوع من أنواع صعوبة في ميدان العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي ما إلها طائل يعني بيكون عندك مصاريف زيادة أما بالنسبة للزهرة اللي في البيت السادس طبعاً هاي بتخلي فيه نوع من أنواع الإنسجام والتوافق ما بينك وبين رفقاءك في الوسط المهني أو اللي بيشتغلوا معك وبرضو هاي بتعطي شوية أمور إلها علاقة الصحة بتكون جيدة إما علاج أو بداية علاج أو تشافي من مرض معين رغم أنه المريخ برضو موجود في البيت السادس اللي ممكن يعرضكم لبعض الإصابات أو الالتهابات أو الجروح أو آلام أسفل الظهر فهاي شوفوا واحد بيعالج واحد بجرح وواحد بداوي يعني بمعنى آخر فعشان هيك ما فيه أي خطر من أي شيء بيصير معكو في الفترة هاي لأنه الظهرة سعيدة والمريخ هو المنتحس فالزهرة بيحضوضها إن شاء الله أقوى بالنسبة للبيت الأمور العائلية طبعاً الشمس في البيت الخامس فهاي جيدة بتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق نوع من أنواع النجاح أو في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق المعاملات العقارية هي فترة مناسبة للمناسبات العائلية أو الاجتماعية التسلية الترفيه عن النفس كلها ممتازة جداً حتى تعاملك مع أبنائك بكون مميز بالنسبة للعطارد برضو في البيت الخامس ولكن اليوم هو منتحس ويخليك شوي متردد ممكن تسمع خبر غير سار من عن شخص قريب لإلك ممكن يزعجك تصرف أحد الأقارب أو أحد المقربين لإلك يسبب لك ردات فعل صعبة فعشان هيك حاول إنك تضبط أعصابك برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشط حاولوا إنك تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة أهميش إنك تتشجع لمواجهة واقع صعب ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وتنتصر على كثير من الاعتبارات طبعا القمر لأنه منتحس فهذا بيخليك شوي تضخم الأمور وتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق بيخلي برضو عند بعض موليد برج الجوزاء برج الثور أنهم يفقدوا ثقتهم بنفسهم يجعلهم مزاجيين متقلبين في طبعهم أما بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في البيت الرابع وهي سعيدة على المستوى العائلة علاقاتك العائلية جيدة والحالة شوي وضحها أحسن ممكن يكون فيه تعامل مالي له علاقة بأفراد العائلة في خلال الفترة هاي هي فترة مناسبة برضو لحيازة أمور إلها علاقة بالعقار أو بسكن جديد أو ترحال أو تنقل لبيت ثاني ممكن تحقق برضو من خلال بعض الأمور نجاح شخصي له علاقة بوضع البيت أو علاقتك مع أفراد العائلة عطارد اللي في البيت الرابع منتحس فهذا شوي بيخلي فيه نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وهذا ممكن يسبب لك سوء تفاهم أو تتعرض لإرهاق أو لنوع من أنواع العصبية الزهرة موجودة في البيت الخامس وهذا شيء ممتاز جدا يعني بيخلي فيه نوع من أنواع العاطفة أو تتعزز العاطف ما بينك وبين الحبيب بالفترة هاي أو أحد الأولاد أو علاقتك بالمقربين لا إليك فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية ولكن المريخ اللي موجود برضو في البيت الخامس وهو منتحس بيغلب على سلوكك نوع من أنواع العنف أو يعني بتكون حاد بطباعك أثناء تعاملك مع بعض الأحبة ممكن شوي سوء تعاملك وطريقة لياقتك في علاقاتك العاطفية فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للكلام الجارح برج الجوزة يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاول أنك ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتحد عن الأضواء قدر الإمكان حاول أنك ما تقرر على شيء عشان ما يتخيب آمالك فترة ضاغطة طبعا ضاي اليوم وبعدين القمر بوصل لعندك ولكن اليوم بما أنه القمر منتحس وهو في البيت الثاني عشر بيت متعبك فهذا بيخليك شوي تضخم الأمور أو تجد نوع من أنواع الصعوبات حاول أنك تكون أكثر واقعية حاول أنك تستعيد ثقتك بنفسك وحبك للحياة أما بالنسبة لأمور الشمس اللي موجودة في البيت الثالث هي طبعا سعيدة وهي بتخلي شوي علاقتك ما بينك وبين الإخوة والجيران قوية جدا عندك رغبة بالاتصالات والحوارات قدرة الإقناع بلعب محيطك الميسور الحال دور مهم في تحسين وضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو التنقلات أو مكان بعيد أو شخص خارج المكان اللي أنت عايش فيه أو التجارة حتى اللي بيشتغلوا في مجال التأليف بيستفيدوا في هذا الموضوع ممكن كمان أنها تزيد قوة ملاحظتك فضولك الفكري بيكون قوجوي جدا وبتحظى بشعبية وتقدير الآخرين بالفترة هاي ولكن بدك تنتبه من عطارد اللي موجود في نفس البيت واليوم هو منتحس فهذا بيخلي الأمر أنه ممكن تسمع خبر سيء بيجعلك متردد أو متحير أو بيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء بعض الأسرار بدك تكون حذر في كلامك أو في مراسلاتك أما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في البيت الرابع هي والمريخ واحد سعيد طبعا هذا بيخلي العلاقة في المنزل جيدة جدا وعلاقتك مع أفراد العائلة تقريبا بتستقر أو بيطمئن بالك مع أفراد العائلة أو بالأمور اللي إلها علاقة بالعقارات أو تفكر في مستقبل عقاري أو تنقل من بيت لبيت ولكن المريخ اللي بيجيب لك نوع من أنواع الخلافات العائلية وبتخلي شوي أنك تتهرب من مسائل أو مشاكل عائلية يعني تحاول تبعد عنها فهي برضو دير بالك على مشاكلك العائلية برج السرطان ابتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أهمي شنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك ممكن تفرح بدعم من جهة ما يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية في نوع من أنواع اللقاءات والتعاون المتبادل الزهرة والمرخ موجودين في البيت الثالث لا إلك هنا الزهرة بيخليك شوي تكون مرح محبوب مرغوب من الأشخاص اللي بتعاملوا معك بتتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهاي فترة مناسبة لأمور الهلاقة بالتنقلات أو السفر أو التواصل مع الأقارب مع الإخوة جيدة جدا ولكن المريخ شوي بيخليك عدواني وهذا ممكن يسبب لك بعض الخلافات أو سوء التفاهم بدك تتجنب أمور الهلاقة بالحدية وأثناء تنقلاتك أثناء سفرك بدك تضبط أعصابك وتكون بهدوء بدون تسرع وإنفعالات أما بالنسبة للشمس الموجودة في البيت الثاني وعطارد في البيت الثاني الشمس سعيدة فهي بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وبتسهل عليك الترقي أو ممكن وضعية ممتازة أو عمل جديد مساعدة أشخاص دون نفوذ لإلك وهذا شوي يعني سيئته أنه بيخليك شوية ميل للتبذير عطارد في البيت الثاني بيخلي في نوع من أنواع التوتر في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو مع أحد زملائك في العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء في آراءك أو أحكامك بدك تتجنب التوقيع على الوثائق المهمة بدون يعني إذا لازم تراجعها وتدقق بتفاصيلها أو تستشير أهل الاختصاص قبل ما توقع عليها بالنسبة للقمر زي ما حكينا هو منتحس وهذا شوي ممكن يسبب لك بعض خيبات الأمل من أحد الأصدقاء أو تشعر بنوع من أنواع نقران الجميل أو هذا الشخص تخلى عنك أو أنه يعني في مشكلة ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو حساسية موقف معين برج الأسد طبعا هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على عمله بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء أنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة حاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج طبعا الشمس موجود في البيت الأول وعطارد موجود في البيت الأول واحد سعيد واحد منتحس الشمس بتزيد من حيويتك وبتخوي من وظيفة جهازك الهضمي طبعا للأشخاص اللي إيجي عيد ميلادهم اللي لسه ما إيجي عيد ميلادهم لسه بشعروا ببعض الضغوطات لسه بتأثر عليهم ولكن إجمالا بما أنه الشمس سعيدة يعني شوي بتخفف الضغوط على أغلب موليد برج الأسد فعشان هيك شوي بتخلكوا شوي أنه بلشتوا تشعروا بنوع من أنواع التفاؤل ورغم أنه القمر في مكان مش قوي بالنسبة للكم ولكن أنه بتعطي عفوية بتعطي طبيعة عفيفة بتخفض اللي هي عملية الكآبة بتمنحك نوع من أنواع ثقة بالنفس من وقت لآخر بتسهل علاقاتك بالمحيط عطارد لأنه منتحس موجود عندك في البيت الأول في نفس برج الأسد فهنا بتخليك وتشعروا ببعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتكم وتلهفك وسرعة انفعالك بدك تتجنب باتخاذ القرارات المهمة وكذلك التنقلات اللي ما إلها داعي يعني بدك تركز أثناء تنقلاتك وتتفقد السيارة أو الوسيلة اللي أنت بتتحرك فيها ممكن اليوم تسمع بعض الأخبار المتناقضة أما بالنسبة للقمر اللي موجود في البيت العاشر في بيت السمعة فهو منتحس فهذا بسوي مشاكل على المستوى المهني بسبب لك نوع من أنواع الإرباك وارتكاب بعض الأخطاء فعشانيك بدك تركز بالأشياء اللي أنت تعملها بالنسبة للزهرة والمريخ اللي موجودين في البيت الثاني يعني هنا هذا بيت المال وواحد سعيد الزهرة سعيدة والمريخ منتحسة فهي فترة من الزهرة فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة وبعض الأرباح أو الأعمال أو تطوير عمل معين ولكن المريخ بيخلي في نوع من أنواع النزاعات مع رفاقك في العمل أو مع رئيسك لأسباب مالية وبدك تتجنب التبذير قدر الإمكان لأن الفترة هاي بتطلب مصاريف أو ضغط مالي عليه برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والدراسة بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بترتفع عندكم المعنويات فرص النجاح جيدة بتكون بشكل كبير بتعودوا لإمساك الأمور أو زمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار بتفرح بخبر أو تجاوب أصدقائك معك فالفترة هاي بعض موليد العذراء بيكون عندهم سفر محتمل يعني نسبة كبيرة منهم بيرغبوا بالسفر أو عندهم سفر الشمس في البيت الثاني عشر وعطارد في البيت الثاني عشر الشمس بما إنها سعيدة فهاي بتخلي زيادة حبك أو شغفك للأمور الروحانية أو الغيبيات روح التضحية عندك بتكون ممتازة بتكون مقدام ومعطاء فهذا الشيء بيخفف الضغط عليك شوي رغم أنها هي موجودة في بيت المتاعب وبتتعبك ولكنه اليوم تعطيك جو أحسن عطارد بيعرضك لكلام من بعض الأشخاص بسيء لك أو ممكن إفشاء أسرارك أو ممكن يعني هكي مكيدة من بعض الأشخاص لا تهتملها كثير تجاوزها بتلاقي الأمور نحلات أما بالنسبة للزهرة في البيت الأول فهي سعيدة بيزيد لقفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وهاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية والحب والتواصل مع الحبيب أما بالنسبة للمريخ اللي في البيت الأول وهو منتحس برضو فهي بتخليك شوي أنك تكون زيء المزاج نافذ الصبر برضو بتكون يعني متلهف أو متسرع وهذا الإشي ممكن يسبب لك نزاعات مع محيطك بدك تتجنب الإفراط في هاي الأمور وتحاول إنك هيك تدوس بركات أو فرامل عشان يعني شوي تراجع أمورك القمر في البيت التاسع منتحس بخلي خيالك شوي يخلق لك مخاوف غير واقعية فما تصدق كل شيء أنت بتحس فيه بالفترة هاي برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويب ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة حاول إنك تتصرف دون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها طبعا الزهرة موجودة في البيت الثاني عشر بالنسبة لإلك فهاي شوي بتخليك تميل لمساعدة الآخرين والتضحية وتقديم العون لإلهم أو تدعمهم بالفترة هاي بشكل جيد أو تقدم بعض الدعم المريخ اللي في البيت الثاني عشر بيخليك شوي تكون عنيف يعني لدرجة إنه بتكون حد ومش من طباعك إنه ممكن تكون فض أثناء التعامل مع الآخرين أما بالنسبة للقمر اللي في بيتك الثامن وهو منتحس بيخليك تعيش بنوع من أنواع الوسواس القلق مخاوف ما إلها أي وجود بدك تجنب الإنغلاق على نفسك الاجتماع بالأصدقاء الجيدين تسليت نفسك يحاول إنه ما تخلي المخاوف هاي تسيطر عليك أما بالنسبة إلى الشمس اللي موجودة في البيت الحادي عشر ممكن تتمكن من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقات جيدة بتكون مع الأصدقاء بالفترة هاي ولكن عطارد اللي موجود في نفس المكان ومنتحس فممكن يخلي فيه نوع من أنواع تكتشف بعض الأصدقاء أو يكون فيه نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين أحد الأصدقاء يعني بتكون العلاقة مش مبتملة أو فيه سوء تفاهم أو فيه يعني زعل ما يخذ على خاطرك أنت من صديق بسبب تصرفه أو كلمة أو إهمال وعد مثلا فحاول قدر الإمكان أنك أنت تضبط أعصابك وما تحكم بشكل سلبي برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم أهم إشين كنت تتجنبوا الإنفعالات اللي ممكن تخفي عداوي لاسيما مع الإدارة مع المسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك أنت بالفترة هاي خاسر الخصم قوي وشرس والقمر مقابلك تماما وهذا الإشي بضعف من طاقتك وحضوضك طبعا الشمس اللي موجوده في بيتك العاشر يعني في بيت السمعة وهي هي سعيدة ممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون وفوذ وممكن تحصل على ترقية أو على منصب أو على سلطة أو قرارات جديدة مثلا وبتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين أما بالنسبة لعطارد اللي موجود في البيت العاشر ومنتحس فهاي بتخليك شوي تكون مهمل لبعض مشاريعك وهذا الإشي ممكن يعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة أو لكلام أو لانتقاد بدك تتحلى بالصبر قدر الإمكان أما بالنسبة للقمر اللي موجود في البيت السابع طبعا مقابلك زي ما حكينا مقابلك تماما فهذا بيخلي في نوع من أنواع الصعوبة أثناء التواصل مع شركائك أو مع زوجتك زوجك بتميل للعزلة وحدم الاكتراث أما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في البيت الحادي عشر فمشاريعك ممكن تتحقق بمساعدة أصدقاء أو أشخاص دون نفوذ أو ممكن من خلال مناسبة اجتماعية أو لقاء اجتماعي اتحقق شيء معين أو يشدهر شخص يعني هو يبادر بمساعدتك المريخ في بيتك الحادي عشر منتحس أنتك تتجنب الدخول في جدال مع الأصدقاء وحاول أنك إذا انحطيت بموقف صعب في مناسبة اجتماعية ما تكون فضل ما تكون يعني تعامل بالمثل والمواجهة وتكون جارح يعني اكذم الغيظ شوي برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نضموا جدوى الغذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالأمور الثانوية من المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية هاي فترة مثمرة وسعيدة بتتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة طبعا الشمس موجود في البيت التاسع لإلك وهذا الإشي ممتاز جدا يعني بيزيد من ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح يعني بتعطيك نوع من أنواع التفاؤل وهاي فترة مناسبة للسفر أو لأخذ عطلة أو للدراسة أو دراسة جديدة جامعية أو تغيير تخصصك للمراسلات والتعامل مع الأجانب ممتاز جدا ولكن عطارد اللي موجود في البيت التاسع وهو منتحس عشان هيك بدك تحذر من الوعود لأنه قلما يتم الوفاء بأي وعد في فترة انتحاسة عطارد في هاي الفترة يستحسن تجنب التنقلات بدون ما تتأكد من تذكرتك أو سيارتك أو وسائل النقل والحجوزات يعني تقريبا بنقدر نقول أنه عند الامتحانات برضو ما تعتمد على الحظوظ بشكل كثير يعني بدك تدرس تتعب على حالك بالنسبة للقمر اللي موجود في البيت السادس هاي بتخلي شوي يكون فيه نوع من أنواع صعوبة في مجال العمل أو في مكان العمل أو في أعمالك اللي انت بتنجزها ممكن شوي تكون صعبة وتشعر بنوع من أنواع الضيق وتحس بأنه الحظ مش حليفك أو تخلى عنك الزهرة اللي موجودة في بيتك العاشر وهي سعيدة فهاي بتخليك شوي تحس بنوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للارتباط بأشخاص من وسط راقي أو من علية القوم بمناسبة مع رئيسك بالعمل مثلا مع أشخاص يعني من هذا النوع ولكن المريخ اللي في البيت العاشر له في بيت السمعة بيخليك شوي تكون عدواني واندفاعي فعشان هيك يحاول تضبط النقطين هدولا عشان ما تشوه السمعتك برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني أهمش أنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير عليك أما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في بيتك التاسع وهي سعيدة فبيكون سلوكك جيد وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات والسفر والعلاقات مع الأجانب وبرضو على العلاقات الحب مع أشخاص أجهانب عنك أو خارج البلاد أو منك المؤسسات تعليمية أما بالنسبة للمريخ اللي في البيت التاسع فهنا بيقول لك بدك تكون حذر أثناء التعامل مع الغرباء وكذلك عند سفر أو تنقلات بدك تتفقد وسائل النقل جيد تذكرتك موعدك ما تتسرع باتخاذ القرارات وإذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للشمس الموجودة في البيت الثامن هي سعيدة وهاي بتعمل زيادة في الأرباح بتيجي عن طريق شراكة زواج تركة مثلا دعم بيجيك من تعويض ممكن عن طريق قرض بنكي وبيزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية أما بالنسبة للعطارد اللي برضو في البيت الثامن ومنتحس شوي بتخليك يعني تعيش لحظات تكون طائش فيها عصبيتك بتكون عالية شوي ممكن تسمع خبر سيء أهم شيء أنه تدير بالك أثناء تنقلاتك وممكن شيء له علاقة بصحة أحد الأحبة يعني أو المقربين لإلك يلفت انتباهك أما بالنسبة للقمر اللي في البيت الخامس وهي برضو موجود ومنتحس فبينتبك شعور بعدم الرضا وبتشعر بأنه الآخرين ما بيفهموك يعني ما بيفهموا كلامك بدهم إياك تشرح بطريقة أكبر وهذا الإشي ممكن يستفزك برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو عندكم القدرة اليوم لتعزيز الروابط العائلية بتنشغلوا بالمسائل العائلية اليوم بشكل واضح أهم شيء أنك ما تترك أحد يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات حاول ما تضخم الأمور اليوم بتبدو مرهف الإحساس متوتر وهذا الإشي ممكن يسبب لك قلق ممكن القلق هذا يجي من سفر يعني أو أمور من أشخاص خارج البلاد أو يعني ممكن هيك يكون في وعك صحية الزهرة في بيتك الثامن سعيدة وهي شوي تعطي نوع من أنواع الاستفادة من مكاسب تيجي عن طريق شراكة عن طريق هبات أمور بنكية قروض تأمين أموال لإلك بتستردها عن طريق الزواج يعني جيدة ولكن المريخ اللي في البيت الثامن ومنتحس فهذا شوي بخليك يعني تقوم ببعض المجازفات وهذا الإشي بخليك تتعرض لبعض المشاكل وخصوصا في مكان عملك أما بالنسبة للشمس اللي موجوده في البيت السابع لإلك مقابلك تماما فهي بتخليك ترغب بالقيام بدور اجتماعي مهم وممكن تحقق استقرار بفضل شراكة أو زواج هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية اللي كانت متردية في الفترة الماضية أو ما بينها وبين شركاءك بالعمل القمر موجود في البيت الرابع وهذا شوي بخلي الجو العائلي يكون نوع فيه شحنات أو بيخليك مزعوج من بعض التصرفات أحد أفراد العائلة وفيه منكو أو من موليد برج الدلو ممكن يتهربوا حتى من التواجد في المنزل بسبب أنه يعني الضغط الكبير عطارد في البيت السابع طبعا منتحس وهاي بتخلي فيه بعض الخلافات والنزاعات اللي بتيجي يعني ما بينك وبين شريكك أو زوجتك حاول قدر الإمكان ضبط العصاب ممكن سوء فهم أو ممكن أنه الموضوع مش وقت أنك أنت تواجه فيه اتركه لأيام معينة باستهدى الأمور وبعدين بتلاقي الأمور انحلت برج الحوت بتنشطوا في أمور إلا علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تحافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حاول أنك تحصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر وقوة الفكر والأعذار تتمتع بدنماكية عالية جدا وعندك حماسة عالية جدا القمر موجود في البيت الثالث منتحس طبعا هاي بتخلي شوي في نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع محيطك مع أخ أو مع جار شوي هيك ممكن يصير في حدية بالطباع بتكون متقلب ما بيرضيك أي شيء وبترغب في التهرب من الواقع أو من العمل أو حتى من الدراسة لأن الدراسة بالفترة هاي ممكن تكون شوي فيها نوع من أنواع صعوبة الشمس في البيت السادس سعيدة وهاي بتزيد حبك للعمل وبتبدو الجهود تكافأ عليها بتحتاج لتجديد محيطك وهاي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني عطارد في البيت السادس منتحس وهاي بتخلي في نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع رفقاءك أو مع رفيقك في العمل وبدك تحذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه أثناء أداء أعمالك بتخلي بعض الأعمال صعبة أو في أمور ممكن ما تمشي معك من أول مرة كرر المحاولة الزهرة في بيتك السابع طبعا مقابلك تماما هاي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقات مع الشركاء ولهذا الوقت المناسب لأمور إلها علاقة بالزواج أو عقد قران أو عقد شراكة وطبعا الشراكات اللي في الفترة هاي بتكون منتجة بالنسبة لعلكم وبرضو الفترة هاي ممتازة لتصفية الخلافات بشكل ودي أما بالنسبة للمريخ اللي موجود في البيت السابع لألك هنا ممكن يكون في بعض الخلافات أو النزاعات في منزلك أو شنوع من أنواع الشقاقات أو الشقاق ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفة أو ما بين الأزواج بتيجي هيك لحظات بتعصبوا فيها وبصير مشكلة ولكن سرعان ما إنها بتختفي كأنه ما في أي شيء فحاولوا قدر الإمكان أنك تداركوا أي لحظات غضب في هاي الفترة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا شكرا